ايه بقى المعنى ده؟ ان احنا نخرج من الاحباط احنا عارفين ان احنا بنعيش في ظروف استثنائية صعبة وتقيلة على قلوبنا والاحداث حوالينا بتزيد بتتصاعد وبعض الناس مش بيقدروا في الحقيقة يمنعوا نفسهم او يوقفوا هذا الاحساس من متابعة وملحقة ومشاهدة المحتوى الصعب المليء بالمشاهد الدموية والمؤثرة اللي بتوجع القلوب وده خلى بعضنا او كثير مننا مش بس بيحس بالحزن لا كمان يحس في بعض الاحيين بالاحباط وممكن يدخل في حالة كآبة وعزلة وحالة من حالات الانتماج بقى والتوحد مع الاحداث وهنا بتبقى الحالة اصعب كتير اصعب كتير لان الناس في اللحظة دي بينسوا ان هم في معية الله وهو معكم اينما كنتم وبينسوا ان احنا في الحقيقة مازلنا في محل نظر الله وبيترطب على دا كله شعورين في منتهى السوق شعور بالعجز وشعور ساعات بالانهزام وشعور ساعات بقرب النهاية وفي ناس من الخطاب الديني الكمي يحب اقول كلام عن النهايات ويزود فيها ويبتدي يتكلم بقى على نهاية على قرب يوم القيامة ونهاية العالم وهو ابدا في الحقيقة ما بيخدمش غير مصالح العدو اللي هو عايز يعجل بالنهاية عشان يحصل الوعد المزعوم اللي عنده ومن كتر التوغل والغرق في الاحداث والفيديوهات بيحس الناس بالعجز لانهم مش قادرين يمنعوا الالم والكرثى عن الناس وبالذات عن الاطفال والنساء فيحسوا كانهم في الحقيقة بيشوفوا مشهد هو مشهد لا يستطيع احد ان يمسه ولا يستطيع احد ان يغير فيه شيء وده كله مصعيح لان الله فعال لما يريد ولان ده كله تحت نظر الله سبحانه وتعالى وتحت علم والله سبحانه وتعالى به علي وبيحس الناس سعد بالنزام لانهم شايفين الظلم منتشر في هذه المشاهد البشعة وبيزيد فبيوصلوا لليأس من الخروج من الحالة دي وبيحسوا ان هما يفضلوا منهزمين وابدا الكلام ده مصعيح ايه اللي بيحصل هقول لكم سنة كده دايما شركاء الشيطان بيعملوها ان هما ممكن لما يعرفوا ان هما منهزمين يزدادوا توحش ولا انسانية عشان هما عارفين ان هما منهزمين العالم كله قرر ان هما منهزمين لكن هما نكحين في حاجة واحدة بس نكحين في سفك الدماء هما نكحين في اللاة انسانية عشان كده بعد كل اللي احنا قلنا ده واحنا بنحاول نرصد اللي الناس حاسين بيه ممكن نحس ان كده خلاص الحكاية ما بقاش لها مخرج لكن ده مش صحيح المخرج طول الوقت موجود بس بيعتمد على ارادة كل واحد فينا انه بيشوف بشكل صحيح اللي بيحصل فيه ودايما بقول دايما ان دي قرر رزق من قصر النظر على فكرة الكلام دوت مش كلام عشان البيوت تفضل متماسكة والبيوت تبطل كآبة ويفضلوا الاحداث دي لاني انا راصد الاحداث دي بدأت تخلي البيوت في حالة من حالات الزعل من بعض والدي من بعض وده احنا لازم نرعيه ولازم نقول لكم حاجة مهمة جدا لازم نشوف الاحداث بشكل صحيح لازم نشوف الاحداث من عند الله ما نشوفهاش من عندنا ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الحالة اللي احنا عايشنا حاليا في سورة البقرة فقال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبنونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ما لهم دولة بقى يا رب اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ شوفت سلسل الايات اول حاجة بقوا مسموم شهداء لأنهم يشاهدون جمال الله وفي بعض الروايات أنهم يشاهدون مقاعدهم من الجنة فبعد ما يذكر مولانا سبحانه وتعالى اللي بيمر بيه اهلنا في غزة من الخوف والجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات سبحانه وتعالى يوصف وصف دقيق لحلنا فالواحد يظن أنه خلاص كده ما فيش بعد الحال ده فرق آبادا وما يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسل الفرق موجود لكن يكمي ربنا سبحانه وتعالى لنا العبرة والعظة والفهم الصحيح ويقول لنا سبحانه وتعالى بمعنى واضح صحيح وبشر الصابرين وكأن إيه اللي حاصل وكأن الأحداث دي جاية في الحقيقة عشان تشوف مدى الأوصاف يعني مدى جودة الإيمان في قلوبنا اللي بتظهر جودة الإيمان بشكل واضح في مسألة الصبر يجي واحد بقى لطيف أنت دايما صبر 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 يا سيدي أنت مش قادر تعرف قيمة الصبر في حياة البناء المين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يبقى فعلا نبشر الصابرين بإيه بإن ربنا يفتح عليهم فتحا عظيما في الأولى والآخرة ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبر يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى فلما نعدي بعد كده بكل ده فإحنا كده أمام إذا وصلنا بقى إن حصل صبرنا فإلا حصل فتحصل المصيبة فيبشرنا إن أهل الإيمان والتسليم والرضى بقضاء الله اللي بيقولوا إن لله وإن إليه راجعون إحنا عبيد لله وملكه وهنرجع له وهنرجع له يعني إيه ده إحنا في حماة وسنعود إلى الله فأهل العبودية دول إيه اللي حاصل بقى تعالوا نشوف عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المتدون ما أقول اللي إحنا فيه ده فيه رحمة وفيه صلوات من الله أو الله فجزاء الناس ديه عند ربنا محبته وسناءه ورحمته وهدايته سبحانه وتعالى مش بس كده الصلوات دي رحمات لا نهاية لها فواحد يقول يعني هدم البيوت ده واللي بيحصل ده فيه رحمة أيوة بس أنت لازم تفهم المسألة من الأولى لأخير فدايما ربنا بفكرنا عشان بس الناس ما تنزعيكش خالص إحنا دلوقتي بنعمل إيه ده ملوش علاقة بما يجب علينا أن نفعله لكن ده ليه علاقة بما يجب علينا أن نفهمه عن التكلم دلوقتي إزاي الفعل ينبني على الفهم لأن إيه اللي حاصل أسألك سؤال إيه اللي بيخلي الإنسان يقع في المعصية إن النفس الأمارة بالسوق وإبليس يقولوله إيه ودولا شركاء إبليس دولا شركاء إبليس اللي بيقول أنا خير منه هم دولا شركاء إبليس ولذلك إيه اللي حاصل إيه اللي حاصل دولا بيعملوا إيه عايزين يقسوا الناس يحسسوا الناس إنهما لهم سلطان ولذلك إبليس يجي في يوم القيامة يقول ما كانني عليكم من سلطان إيه اللي أن دعوتكم فاستجابتم لي ولذلك اوعى تفهم المشهد من فهم شركاء الشيطان اللي هم مليين الدنيا مش بس مليين الدنيا ده كمان بيوقفوا علينا السوشيال ميديا عشان ما نقدرش نتكلم ما نقدرش ندعي وفهمين إن كده يعني إن المساعدة انتهت أبدا في ربنا والدليل على كده إن في ربنا لما طلع القرار بيبين إن الناس كلها خلاص بدأت تفوق يبقى احنا لازم نفهم إن كل حاجة ليه حدود ونزاك ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا ورحمتي واسعت كل شيء يعني الموت والدمار ده في رحمة مش هكسف إنه نقول لكم آه أنا باعتباري عبد لله فاهم كده طبعا في رحمة وفي لطف فخليني أفكركم كده بالمحتوى اللي بتشوفوه كلكم شفتوا الشباب اللي بيجروا بالمصابين على المستشفيات عشان يلحقوهم ويسعفوهم كان ممكن يقولوا خلينا مع أهلنا نحميهم ومناش دعوه مناش دعوه بغيرنا ونعيش بقى في الفردانية اللي احنا عايشينها دي بس ألا الله سبحانه وتعالى أراد إنه هو يبين إن شجرة الرحمة مغروسة في قلوب هؤلاء الشباب فدي رحمة زرعاء الله سبحانه وتعالى في قلوبهم لنجد غيرهم وما بقوش متأثرين بكل اللي حاصل في الحياة كلها من إيه من فردانية مقيتة واستشهادت الشهداء دفسهم أعزب رحمة بيهم وبأهلهم دول ربنا سبحانه وتعالى استفاهم وأراد يوهبهم بإذنه سبحانه وتعالى سواب الشهادة ويكونوا أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى يرزقون وكمان يشفعوا لسبعين من أهله فاحنا حاليا أمام شعب مليان بالعزة وصد أهل الجنة وبنشوفهم بعنين فغزة مليانة عزة ومليانة جنة في حد يقولك طب وما فيش طريقة تانية للناس تدخل بيها الجنة غير الضمار ده الحقيقة إن الدمار ده هسأل سؤال الدمار ده محسوب على مين محسوب على الغدارين محسوب على الوحوش اللا إنسانيين محسوب على الناس اللي هدمت الرحمة من قلوبهم والقيم والناس دولة أهلنا وناسنا وحبيبنا وإخواننا وأشقائنا محسوب لهم جهاتهم محسوب لهم كمان وقفهم على أرض صربة ومستقويين كمان بينا ففي حد يقول طب والناس اللي عايشين من غير أكل وشرب دول هنعمل إيه وهم عايشين من غير أكل وشرب الله سبحانه وتعالى والذي هو يطعمني ويسقين فالحمد لله لسه الناس عايشين ووقفين على رجلهم وإخوانهم ووقفين بمدد ربهم لديهم وربنا سبحانه وتعالى بيمدهم بمدده وصمدين وعايشين في أنوار الذي أطعمهم من جوع وأمانهم من خوف أو الله طب والمستشفيات والعلاق كلنا بنشوف الدكاترة وهم بيقوموا بمهمتهم بحالة من حالات استنفاذ كل الطاقات مهما كانت الإمكانيات بيقوموا مهما كانت الإمكانيات بسيطة بيستغلوها ويحاولوا يمرسوا ممارسة على أعلى ما يكون ويعالجوا أكبر عدد ممكن وهم عارفين أن الشفاء بأمر الله وإذا مردته فهو يشفين وما زلنا المصريين مستمرين في تجهيز قافل غاسة بالأدوية والأكل والشرب عشان أهلنا في غاسة ودخول الشاحنات ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه ولا فضل لأحد علينا إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين نحن ندخل 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 إلى غاسة ربنا سبحانه وتعالى ربنا وإذا كنت لما حد يجي يخوفك ويعمل أي حركة كده عشان تخاف نحن نخافش ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوينا وبعض الناس بيكونوا حاسين إن هم لو كملوا حياتهم ومعاشوا بشكل طبيعي يبقوا بيخونوا أهلهم في غزة لا 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 إحنا بنعيش حياتنا بشكل طبيعي بمعنى كل واحد بيروح عمله كل واحد بيبني لأن بكرة هنبني برضه كلنا هنبني غزة إن شاء الله وبيعيشوا إنهم مش قادرين يتحملوا اللي بيشوفوه فإزاي أصحاب البلاء قادرين يتحملوا ده عارف ليه؟ هنا بقى شيء مهم جدا في قراية المشا عارف هم بتحملوا ليه؟ ليه قاعدين كده؟ لأن كل بلاء ربنا بسم الله تعالى بينزلوا بينزلوا بلطف ولذلك لا ينزلوا قدر من الله إلا بلطف فلا مصيبة تنزل إلا ومع اللطف أنت ممكن تشوف مصيبة غيرك تقول استحالة يعد منها لأنك بتقيس على نفسك وانت مش مكانه لكن مهما قلت بس إحنا حسين بيه وزعلين على شانه لكن ما زال هو صاحب البلاء أقول لك حاجة وما زال هو صاحب اللطف أنت لو تحطيت مكانه أو حطيت نفسك مكانه ممكن ما تقدرش تحس باللطف ده لكن هو شايف اللطف ده وعشان كده هتشوف حاجات غريبة أوه وعشان هو بينزل اللطف تلاقيه قادر على أنه يستحمل عنك عشان كده هتلاقي المسعفين والشباب في غزة بيجروا وينقذوا أخوتهم وأولادهم وأمهاتهم وأباءهم وزوجاتهم اللي تصابوا أو يدفنوهم ويرجعوا ويكملوا في البحث تحت الأنقاض وعشان كده هم بيستمر وإحنا بالقلوم استمر وإحنا معاكم واستمر بكل صبر وكل إيمان وكل قوة لأن ربنا هو اللي بيقدم لهم ده بلطفه ورابطه ورابطه على قلوبه ترجمة نانسي قنقر